سلسلة علم التجويد في دولة ونصف الحمد لله والصلاة والسلام وعلى وصول الله صلى الله عليه وسلم معنا نهار ده الدرس الثاني عشر الدرس الاثناشر درس سهل جدا وبسيط هعرف منه تعريف وتاني حاجة هعرف منه الايه المثال سهل جدا ورا وقلم وكتبه وان شاء الله بيزي انها تستفيد احكام الممي الساكنة احنا قلنا ان في الاحكام الممي الساكنة كان الاظهار والاضغام والاقلاب والاخفاء لكن هنا معايا ايه؟ معايا الاخفاء والاضغام والاضغار في الممي الساكنة الاضغام في الممي الساكنة يعني ايه؟ لو ما بيطول عليه مثلين صغير هو اضغام والميم الساكنة اذا جاء بعدها حرف الميم بغنى مقدرة حرقتين يعني ايه الكلام ده واتركز معايا يعني دي ميم زائد ميم هضغمها بغنى مقدرة حرقتين المثال ولكم ما كسبتم ولكم اه اضغمت الميم في الميم شاطر كويس ما لهم من الله ما لهم من الله اضغمت الميم في الميم والثاني اضغام بمثلها اتى واسمي اضغاما صغيرا يا فتى ايه ده كان درس الاضغام يا رب يكون نفتك بحاجة ونفتك بحاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة